اليوم راح نتعلم شون العالج فطور السطح اللي تعبر مي والفطور الموجودة بين حياة بيتنا وحياة الجيران اول شي نسوي شرخ للفطر بالكوسرة مثل ما تشوفون بالطريقة العلمية والعملية بعدين نسوي شروخ افقية بمسافة 10 سنتيمتر بين وحدة واخرى ونسوي بينها ثقوب هاي سا راح نشوف شنو فائدة الشروخ الافقية بعد ما سوينا هاي الشروخ الافقية راح ننظف واسا راح نخلي بسامير خاصة كاربونية نخليها بالشقوق الافقية مثل ما نشوف بهذا الفيديو طبعا هاي بسامير خاصة كاربونية مثل ما قلت لكم راح حساش نسوي نخلي مادة ايبوكسية بالفطر وبالشقوق الافقية مثل ما نشوف طبعا هاي المواد خاصة وهي اللي تسوي عزل بحيث يقطع عندك المي ويقطع عندك اي تسريب او رطوبة تنزل للسقف عن طريق هاي الشروخ والفطور تحياتي لكم